ايها المواطنون ايتها المواطنات صاحب الجلالة يخاطبكم ايها المواطنون ايها المواطنون ايها المواطنون الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شابي العزيز ان عيد العرش الذي نخلد اليوم بكل اعتزاز ذكره الثانية والعشرين يمثل اكثر من مناسبة للاحتفال بذكر جلوسنا على العرش فيجسد روابط البيع المقدسة والتلاحم القوي الذي يجمع على الدوام منوق وصلاطين المغرب بابناء شابهم في كل الظروف والاحوال فالمغرب دولة عريقة وامة موحدة تضرب جذورها في عمق التاريخ والمغرب قوي بوحدته الوطنية واجتماع واجباء مقوناته حول مقدساته وهو قوي بمؤسساته وطاقاته وكفاءات ابنائه وعملهم على تنميته وتقدمه والدفاع عن وحدته واستقراره ان هذا الرسيد البشري الحضاري المتجدد والمتواصل والذي مقن بلادنا من عرف التحديات وتجاوز الزعوبات عبر صاريخها الطويل والحديث شابير عزيز نود في البداية ان نجدد عبارات الشكر لكل الفاعلين في القطاع الصحي العام والخاص والاسكري وللقوات الامنية والسلطات الامومية على ما ابانوا عنه من سفان والروح المسؤولية في مواجهة وباء كوفيد-19 إنها مرحلة صعبة علينا جميعا وعلي شخصيا وعلى أسرتي كباقي المواطنين لأنني عندما أرى المغاربة يعانون وحسوا بنفس الألم وأتقاسم معهم نفس الشعور ورغم أن هذا الوباء أثر بسكر سلبي على المشاريع والأنشطة الاقتصادية وأن الأوضاع المادية والاجتماعية للكثير من المواطنين حاولنا إيجاد الحلول للحد من آثار هذه الأزمة وقد بادرنا منذ ظهور هذا الوباء بإحداث صندوق خاص للتخفيف من تدعيته لقى إقبالا تلقائي من طرف المواطنين كما أطلقنا خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد من خلال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة المتضررة والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للأسر بتقديم مساعدات مادية مباشرة وقمنا بإنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار للنهوض بالأنشطة الإنتاجية ومواقبة وتمويل مختلف المشاريع الاستثمارية شابي العزيز من حقنا اليوم أن نأتز بنجاح المغرب في معركة الحصول على اللقاح التي ليست سهلة على الإطلاق وكثاب حدستاني الحملة الوطنية للتلحقيح للتلحقيح والانخراد الواسع للمواطنين فيها وإيمانا بالمنا بأندسيات الصحية أنصر أساسي في تحقيق الأمن استراتيجي للبلاد فقد أطلقنا مشروعا رائدا في مجال صناعة اللقاحات والأدوية والمواد الطبيعية الضرورية بالمغرب ورغم كل هذا لابد من التنبيه إلى أن الوباء ما زال موجود وأن الأزمة ما زالت مستمرة وعلى الجميع مواصلة اليقظة واحترام توجيهات السلطات العمومية في هذا الشأن شابي العزيز بفضل هذا الموجود الوطني الجماعي يسجل الاقتصاد الوطني مؤشرات إيجابية على طريق استعادة قدرته الشرائية وقد تعززت هذه الوضعية والحمد لله بنتائج الموسم الفلاحي الجديد الذي أن أبع به الله علينا والذي يساهم في توفير المنتوج الفلاحي الوطني وإشاعة روحي الطمأننة لدى المواطنين ويأتي هذا التطور الملحوظ في سياق واعد بعد تقديم اللجنة الخاصة للنموذج التنموي لمقترحاتها الذي تسمح بإطلاق مرحلة جديدة لتسريع إقلاع الاقتصادي وتوطيض المشروع الاجتماعي الذي نريده لبلادنا لقد قامت اللجنة باجتهاد بناء ومشكور وبأمل وطني شاركت فيه القوى الحية للأمة من أحزاب سياسية وهيئات اقتصادية وقلنقابية واجتماعية ومجتمع منني وعدد من المواطنين كما كان الشأن من مرحلة الإعذاذ فإننا نعتبر تنفيذ هذا المموذج مسؤولية أمنية تتطلب مشاركة كل طاقات وقفاءات الأمة خاصة تلك التي ستتولى المسؤوليات الحكومية والأمومية خلال السنوات القادمة وإننا نتطلع أن يشكل الميثاق الوطني من أجل الميثاق إطارا مرجعيا من المبادئ والأولويات التنموية وتعاقد اقتصادي واجتماعي يؤسس لثورة جديدة للملك والشاب وبصفتنا المؤتمن على مصالح الوطن والمواطنين سنحرص على مواقبة هذا التنزيل بما يلزم من إجراءات وعليات شعبي العزيز بموازاة مع مباثراته التنموية على المستوى الداخلي فإن المغرب يحرص بنفس الحزم على مواصلة جهوده الصادقة من أجل توطيذ الأمن والاستقرار في محيطه الإفريقي والأور المتوسطي وخاصة في جواره المغالبي وإيمانا بهذا التوجه فإننا نجدد الدعوة الصادقة لأشقائنا في الجزائر للعمل سويا دون شروط من أجل بناء علاقات ثنائية أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار ذلك أن الوضع لأن الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا وليس في مصلحة شعبينا وغير مقبولة من طرف العديد من الدول فقناعزي أن الحدود مفتوحة هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين بين شقيقين لأن إغلاق الحدود تتنافى مع حق طبيعي ومبدأ قانوني أصيل تكرسه من المواثيق الدولية بما في ذلك معاهدة مراقش التأسيسية لاتحاد المغرب العربي التي تنص على حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ونؤوس الأموال بين دوله وقد عبرت على ذلك صراحة منذ 2008 وأكدت عليه إذ تمرات في مختلف المناسبات خاصة أنه لا فقمة الرئيس الجزائري الحالي ولا حتى الرئيس السابق ولا أنا مسؤولين على قرار الإغلاق ولكننا مسؤولون سياسياً وإخلاقياً على استمراره أمام الله وأمام التاريخ وأمام مواطنينهم وليس هناك أي منطق معقول يمكن أن يفسر الوضع الحالي لا سيما أن الأسباب التي كانت وراء إغلاق الحدود أصبحت متجاوزة ولم يعد لها اليوم أي مبرر مقبول نحن لا نريد أن نآتي بأحد ولا نعطي الدروس لأهالي وإنما نحن أخوة فرق بيننا جسم دخيل لا مكان له بيننا أما ما يقوله البعض بأن فتح حدود لن يجب لجزائر والمغرب إلا الشر والمشاكل فهي غير صحيح وهذا الخطاب لا يمكن أن يصدقه أحد خاصة في عصر التواصل والتكنولوجيات الحديثة فالحدود المغلقة لا تقطع التواصل بين الشابين وإنما تساهم في إغلاق العقول التي تتأثر بما تروج له بعض وسائل الإعلام من أطروحات مغلوطة بأن المغاربة يآلون من الفقر ويعيشون على التهريب والمخدرات وبإمكان أي واحد أن يتأكد من أدم ساحة هذه الإداءات لا سمع أن هناك جالية جزائرية تعيش في البلاد وهناك جزائريون من أوروبا ومن داخل الجزائر يزورون المغرب ويعرفون حقيقة الأمور وأنا أؤكد هنا لأشقائنا في الجزائر بأن الشر والمشاكل لن تأتيكم أبدا من المغرب كما لن يأتيكم من أي خضر أو تهديد لأن ما يمسكم يمسنا وما يصيبكم يذرنا لذلك نعتبر أن أمن الجزائر واستقراره وتؤمانينا تشعبها من أمن المغرب واستقراره والأكسو صحيح فما يمس المغرب سيؤثر أيضا على الجزائر لأنه ما كالجزء الوحيد ذلك أن المغرب والجزائر يعانيان معا من مشاكل الهجرة والتهريب والخدمات والاتجار في البشر فالإصابات التي تقوم بذلك يعدون الحقيقي والمشترك وإذا أمننا سويا على محاربتها سنتمكن من الحد من نشاطها وتشفيف منابئها ومن جهة أخرى سنتأسف لتوترات الإعلامية والديبلوماسية التي تأرفها العلاقات بين المغرب والجزائر والتي تسيء لصورة البلدين وتترق انطباعا سلبي لا سيما في المحافل الدولية لذا ندعو إلى تغليب منطق الحكمة والمصالح العليا من أجل تجاوز هذا الوضع المؤسف الذي يضع طاقات بلدين ويتنافى مع روابط المحبة والإخاء بين شعبين فالمغرب والجزائر أكثر من دولتين نجارتين إنما توأمان متقابلا لذا أدعو فقامة الرئيس الجزائري للأمل سويا في أقرب وقت يراه مناسب على تطوير العلاقات الأخوية التي بناها الشابان عبر سنوات من الكفاح المشترك شابيه العزيز نغتنم هذه المناسبة المجيدة لنوجه تحية إشادة وتقدير إلى كل مكونات الكوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والكوات المسلحة المسائدة والوقاية المدنية على تفانيهم وتجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وسيادته وصيانة أمنه واستقراره كما نستحضر بكل وفاء أرواح تضحيات أجدادنا الكرام وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنأمان جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك حسين الثاني طيب الله ثراهما وكل شهد الوطن الأبرى قال تعالى إن يعلمي الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر